الحياة اللي احنا عايشينها دين فعلا فعلا بسيطة وسهلة و و احنا كبشر و كبنيادنين احنا نمع قدينها واوقات اظن احنا بنفكر بالطريقة غلط او بنحط في مخينا حاجات مدرة لنا و ده بيخلينا ننسى للحاجات اللي فعلا مهمة والحاجات اللي فعلا بتفرق و بتخليك سعيد فجاي اتكلم معاكو في حاجة سريعة جدا يعني كتير قوي كيب نسمع كلمة او مقال السعادة اختيار و ممكن و المتاكن انتو مثلا بيجيلكو في قويات تكونوا قاعدين كيب نسمعوا المقال ده او حالة عقلية كويسة تسمعوا المقال ده وتقولوه اه تصدق فعلا سعادة اختيار فعلا بعد كده يجيلك لحظة بقى و انت مثلا في اللحظة بحشة في حياتك او فترة بحشة او متدايق او اي حاجات دي و حد يقولك نفس الكلمة تقولي مش عارف اختيار يا معلم و يقولك نفس الحاجة و يقولك برضو سعادة اختيار يا معلم و تبصلك اللي هو عايش تطيره بالجزمة الاسف في اللحظة تفهمين قصدي ولكن ده لازم و انا من نكوة انا نفس الحاجة بالزبطي انا بيجيلي وحظات زي الدنيا بامبي والدنيا عهلوة جدا و اكون مودي لذيذ و حد يقولك او 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 اقول للناس كده سعادة اختيار معلم و يجيلي لقطات تانية مثلا اكون في حالة افسية مش احصل حاجة زي كل حد كلنا بشر بنعدي فوايات وحشة يعني مفيش حد دايما بيطلع مبسوط طول الوقت ولكن ممكن يستحن نفسد الموضوع ده و يقع حد يقولي كده و يقوله امش من وشي لسعادة عشان مش طيقك يعني فهم مش نوع اسحب يقولي كده الوقت ولكن لما تفكروا فيها هيا فعلا الاختيار اه لو حاجز تقد ايه افكارك مهمة و قد ايه اللازم تتحكم في موخك و تتحكم في افكارك بطريقة ايجابية ايجابية جدا لان الحاجة اللي انت هتفكرها هتحصل بص مهم مش مهم ايه حاجة اللي تفكرها هتحصل اللي فكره هتطلع في الحقيقة دي حاجة بتفكر بطريقة وحشة هصلك كده وحشة تفكر بطريقة حلوة هي صدق كده حلوة فهتكلم من نهاردة فاتحكتين و ممكن هعجي كمان بس في موخك الوقت في حاجتين اعجي اقولها لكم اول حاجة اهميت التفكير و قد ايه التفكير هو اللي فعلا يعني افكارك ازاي بتتحقق في الحقيقة و تاني حاجة ازاي تعمل ايه حاجة انت عايزة و بتعمل ايه حاجة عايزة تعمل فنفتح مبدئين كده بالهو تاني بقى لكم كلام ده مموخي كده انا قاعد و و كنت بكبري و فكرت فيها بقلت ازم اقولك انتو لما تكونوا قاعدين و تفكروا افكار سلبية فمخكم كله هايكون افكار سلبية المخобразين و بيعرفش أنه غير دكلتين فى نفس الوقت و بيعرفش انه بنكون افكار سلبية و و شو ايجابية لأ لو انت بص сим زائل الوقتة النفسية انت بتفكر بطريقة فانت كل حاجة عندك هتكون طريقة سلبية وفي نفس الطريقة برضه انت اللقتي قاعد بتفكر بطريقة ايجابية فصعب جدا ان تلكلك فكرة سلبية بمعنى ايه لو انت اللقتي قاعد بتقول نفسك حجمات حلوة وبتفكر بطريقة كويسة وبتفكر بطريقة متفاقلة ومش عارف ايه فبخك كله هقلب كده وكل هتكون شايفه اليكون ده وحتى ممكن يحصلك حاجة بحشة جدا او حاجة يعني بس مفيش حاجة بحشة حلوة بس يحصلك حاجة مثلا ايه في العادة دائق وتبص عليها بطريقة حلوة لو حصل فيها خير دي حصل خير انا دي جاي من دها حاجة حلوة وممكن تكون انت دوقتي مثلا في مخك افكار سلبية ويحصلك حاجة حلوة وتقول يا عم او اللي هيجي بعدها وحش فاهم هذا بيكون حسب تفكيرك ونفس الفكرة انت لو انت بطريقة مثلا افكارك سلبية حلية ومتدايق ومدك مش احسن حاجة وحصلك حاجة وحشة تقفل عليك الدنيا خلص مثلا حاجة صغيرة بس ودي اخلتك بقى حلاص جننت وغفلت تفهم؟ ومتبحة مع ان الحاجة دي اللي حصلت لك انت مخك نديف ومخك لذيذ ومتفكر افكارك وعيسة ولا افرق ولا اهزك عادي يكمل اليوم اكهاء بص اللي حصل تضحك عليها فده دي حاجة بتفرق جدا فينا كماليادمين وبتفرق في حياتنا اليومية وبتفرق في يومنا وفي سعادتنا فدايمن دايمن دايمن حاولوا ان انتوا تتحكموا في الافكار ان انت لو قلت نفسك بتفكر فكرة سلبية او بتقول نفسك كلام وحش او بتفكر بطريقة وحشة انت مالك انت في ايه عم او بتفوق او بتقول نفسك او بتقول نفسك او بتقول نفسك بالطريقة دي مهم جدا اننا نطلع نفسنا من المكان دا مش بقول لك تحارب مش بقول لك ان انت تشيل الفكرة من نماجك ولكن خليها تعدي وعاك افكر بطريقة واقعية اكتر خلي فكرة تعدي متحربهاش متقومت متقفلهاش انت قفلت الفكرة كده فهترجع لك تاني ولكن خلي الفكرة تيجي واتعدي مع كده اقول نفسك ماشي انا فكرت كده ليه وممكن اعمل ايه عشان مفكرش كده وممكن اعمل ايه عشان افكر احسن امين دي حالة كلها هتفرق جدا ونفس الفكرة برده اما يكون بتفكر بطريقة اجابية او انت مثلا حالة نفسك كويسة ومبسوط ومش عارف ايه فاقول لنفسك برده ماشي انا عملت ايه عشان اكون تفكيري حلو في الحالة النفسية الحلوة دي اللي ايه اللي عملت قابلي ده عشان principle اكون في الحالة دي. وحاول تقتر من ده. جدا حاول تقتر من دك جدا علشان ده هيكا دا sno데ro فيها وقات طبعا اني م attack القواعدال في حالة النافسية كويسة ان انت مسافر واقاعت في البحر مش دا sno Nur ولكن على الأقل فتكر الأحساس التي كانت عندك و أنت تفعل ذلك تهيفر معك الحاجة الثالثة التي كانت معرفتها بسرعة شرزون تلفوني هيبصل الحاجة الثانية مهمة قد إيه أفكارك هتطلع في الحقيقة يعني هدكوا مسائل اللي كانت أفكر في ذلك حالاً أنا المبارح من هاردة أول مرة أجري بقالي أريد أن أقول أكتر من سنة ما أجريش مش من نوع اللي بجري أجريش مش من نوع اللي بعمل سنة ماستر زي ما عارفين يعني ليس بجري وامبارح قلت لنفسي أنا مش هيكون فيها خارس أجري مش قدر أجري خالس أنا عارف أنا عارف لا أجريش بقالي كتير إذن أجري لغاية آخر الشارع و أتعب وأنا بجريت لقت أجري بتديت من الأول خارس بأموت بقى مش قادر بش عارف معنى عادي يعني تهم؟ وفعلاً فعلاً فعلاً عملت كيلو ومت ما كانش فيها نفس حتى أمشي بعدها وقعت خلاص بس عشان أتطالع بالفكرة دي تمام؟ وبعدها كنت مدعمان بقيت اليوم وأنتعب وأقول نفسي أنا أتعبان جداً عشان جريت ومش عارف إيه ومش قادر خالس تمام؟ والنهاردة بقى صحيت واخدها بطريقة مختلفة النهاردة يعني عملت كل حاجة واخد اليوم من الأول وأصلاً يعني مرح أعدت رجعت نفسي بالليل دي حاجة برضي مهم جداً أتفع عليها دي ثلاث نقطة أعدت بقى النهاردة وقلت يا نفسي لا أنا فكرت أنني أريد أن أقوم بعمل أملأ س 알 Commercial يعني أنه لو قم القدرة 2010 واحد المفكر فأريد أن أقوم بعمل أي أش يعني أنه ولكن كنت أحدرنا أيضًا أنت كنت أحدر وعدت خير وأنا بوصله وأكمل فعلا ممكن تقولوا علي مجنون بس اللي جرب عارف لما تجربه هتعرفه عارفين عملت ايه النهاردة عملت 3 كيلو وحطي لكم حتى الصور هنا وهنا في الكيلو و 3 كيلو ماكيش حاجة تغيرت من انبالها النهاردة على فكرة ماكيش اي حاجة تغيرت من انبالها النهاردة ماكيش يوم زي ماهو نفسي سردي مثلا مكبرش 3 في يوم كل حين نفسي حاجة ولكن الفرق هي العقلي التفكيري الكلام اللي كنت بقولوا لنفسي قبلها ده الفرق ده فعلا الفرق الوحيد وده اللي خلاني قدر اجري من كيلو لتلاتة كيلو اما تدخلوا بقى العقلية دي في حياتكم كلها مش بقولوكم فجاري بس في العالم في حياتكم اي حاجة في حياتكم اي حاجة فكروا فيها كده انت لو اداخل على حاجة تقول نفسك انا مش هقدر فعواعدك مش تقدر رايح مثلا تعمل جوب انترفيو تقدم عنا شغلانا وداخل الانترفيو بتقول نفسك كده كمش هيقدوني مش هيقدوك ولا هيبصولك اصلا تمام رايح مثلا تتكلم مع حد جديد هو ما بيحبش هيحبني مش هيحبك حتى لو هو حبك انت مخك هكليك سد انت مش هبك احنا يعني اكبر فرق بيننا وبين الحيوانات احنا بنفكر كتير بنفكر بنعند نفكر وللاسف لما يكون التفكير ده وحش بيبهدلنا احنا نحن الموضوع احنا نحن الموضوع لما مثلا هبديكو مثلا بردو لي تعمل لي علاكم التمرين اكتر وسط دي كل حاجة ودي حاجة قلته لواحد صاحبي كان قريب بردو هو كان اظن هكتلكو كنا عايز يعمل ويكبوردينج اللي هو بتاع بيركبوه على البحر ده ويطلع ور الماكل وقعد يقول لي نفسه يا رب طلع مش عارف ش عارف اطلع وانا مليش عاليش علاق قبل ويكبوردينج قلت له قول لي نفسك هتقدر تخيلها بدلا متعدت قول نفسك مش عارف قول نفسك عارف واوعدك هتعرف ودي حاجة كبيرة قوي مثلا اما وقتا ما كنت باعوي الـ كنت قبل ما اروح اشيل الوزن قبل ما اروح اعمل PR او اجرب اشيل الوزن جديد كنت اليوم اللي قابلي بالليل قعد افكر اتخيل كده والله باعد اتخيل وانا شايل الوزن بتخيل والوزن بيترفع هتو مفاهمين بقول لكم ايه وانا اروح الجيم وقابل اليوم كل واليوم القبلي وقراط الاسبوع كل افكر وانا بشيل الوزن اعمل حسابي ان اعمل PR جديد يوم اللي تعرف ايه هاد افكر من اول ما اعمل حساب ام بكرر لغاية مياه ودي في كل حاجة بق وقت اشيله لان داخل بقول نفس انا اعرف نفس الحاجة بما اتكول بس انا بوص على الوزن ومش عارفه مش هيه ودي حياتكم كلها يا جماعي حياتكم كلها لو دخلتوا على حاجة بتقول نفسكم مش تعرفوا عمركم هتعرفوا ولكن في اي حاجة بقى ايه اعزينها في حياتكم لو دخلتوا وانتوا واسقين من نفسكم وتقول نفسكم انا اعرف وهاقدر وهاعمل فيش حاجات توقفك واتخيلها بقعد تخيلها انتصورها كيف مخ كان يصور عندك في مخك فاكر في صورة دي كل يوم انت متحكم في كل حاجة انت متحكم في حياتك انت متحكم في افكارك انت متحكم في حركاتك تمام وانا اعزين طريقة بسيطة برضه لكي يفكروا كثير يعني لو انت مثلا بلادة زي بيفكر كثير مخ ويبتامن شجل المخ الحاجات اللي بتساعدني الواحد متى لما يكون ماشي في طريق صح او بيعمل فقط انت بتعمل عليك وبتعمل الصح فمعندكش حاجة كثير تفكر فيها ومبتخليش حاجات تدكل تزياجك انت انا بعمل علي عندي افكر فيها وافكر فيه كثير عملت صح الحمد لله ماشي في طريق صح عملت كل عليك سير فول حتى عندما يفكر اقول لنا سير بفكر كالي من عملت اللي علي انا تمام مش في ايدي وده بتفرق جدا اه يعني لما نقول ريكاب كده سريع اي وقت جيلك فكرة سلبية خليها تيجي وخليها تعدي وفكر ليه جاتلك ونفسها حاجم على الفكرة الاجابية وشوفوا ايما الحاجات تبجلك السلبية وبيض عنها ايما الحاجات تبجلك فكرة اقرب لها ومتشغلش بالك بحاجة سلبية كتير مش هتفيدك وهبسها تشدك الورا وثاني حاجة ايو حاجة عايزينها في حياتكم عمركم تقول لفسكم انا مش هقدر او انا مش هعرف او هم مش خلي دايما في تفكيرك انا هعرف انا هقدر هيحبوني هتقبل في الشغلانة دايما وأوعيدك بها يحصل ده وعد مني لكم تالية حاجة وسريعة جدا اشترا سمعتها كنت بسمع بودكاست عن ازاي متفكرش كتير بوضو كده وكانت عن الفرق يعني البودكاست كان ساعة مثلا مش هتكلم فيه كله بس كان فيه حتة منه وعجبتني قوي كان بيتكلم عن الفرق بيننا وبين الحيوانات الكبير كان بيتكلم عن ازاي الحيوان مثلا لما حاجة يتحصل له بيحس بيها في ساعتها بعكا بيقوم يهز نفسه كده ويكمل حياتها ما حصلتش تفهم؟ احنا بقى كنا كان بني قدمين بنقوم نهز نفسنا كأن نفكر فيها السنة قدام تفهمين؟ فدي حاجة لو خلناها تتحكم فينا هتموتنا وهتموتنا موت بطي جدا وسخيف جدا نحن نتحكم في أن نبص على اللي بيحصل حالا لا تشغلش بالك قوي باللي بيحصل قدام لا تشغلش بالك قوي من اللي بيحصل القرى اتعلم منه وقدام ماذا تعمل فتة بس متمويتش نفسك ومتمويتش حياتك دلوقتي عشان اللي فاته واللي جاي لا نعيش حياتك دلوقتي هتفرق معك أكتر بكتير وهتبسط أكتر بكتير أظن وثاني أقول لكم الكلام ده لي انا أولاني يعني أنا بقول لي كلام ده فأنا أفكر نفسي لانشانا مش دايما بفكر كده على فكرة وايد بكون بتفكيري زي الزفت بس الحمد لله لو تفكيري كويس وأطلع له كلام كويس كل كلام ده نصيحة كوية مني عايزين تاخدوها هتفيدكم أظن مش عايزين تاخدوها أنا متفاهم جدا ممكن تقول علي الودة المجنون اللي قاعدت في الشمس ده بس أنا ما نصحكم كده فاهمين هقفل في فيديو وباخر حاجة دايما بقولها لكم ودايما عايزكم تتفكروا فيها الصح بيجيب صح الجلط بيجيب جلط قبل ما تعمل أي حاجة تقول أي حاجة تفكر أي حاجة أي حاجة تعملها تفكرها تكلمها تبص لها فكر هل الحاجة دي هتقربني الهدفي ولا هتبعدني عنه ولو هتبعدك عنه وإيه و هتعملها مهما كانت ايه هتعندك هدفك امشي وراه خليك خليك يعني ما يامن مع نفسك خليك أنت عارفت عايز إيه محدش يهزك تمام؟ المخ أقوى حاجة نشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله مش عارف هيكون إيه بالزبط ولكن يكون ناسفحة برضو حلوة ممكن يكون أقرب من كده ممكن يكون عبعد من كده الفيديو تتأخر شيئا بس مخ ما كانش الأحسن الحاجة اللي عامل فاتت أول ما ندفك ده وهدي وعرفتها فكر صح حاجة كمان معلش وعليش ناسفحة أوقات اللي بتحتاجوه من أن تتغيروا منظر كما ترى أنا تغيرت منظر تماما ومخيفة وفتح كده وفتح كده جميل بس هوم أنا عشان حاسنة هموت بالشمس أقول لكم شكرا أنت تفرقتوا اعملوا لايك سبسكرايب كمانت بليز أحد عايز أونلاي نكتب والشتورج بتاعي خريس بس اللي كنت بولهولكم بليز اعملوا لايك كمانت بسكرايب تساعدني جدا تساعدني أكمل وأي أحد عايز أونلاي نكتب يبقى على الإنسانجر همر العبد 99 شكرا في الفيديو جديد السلام عليكم اشتركوا في القناة